مشاعرك برج سرطان أنت طبعاً من الأبراج المائية التي جداً عاطفية وهذا يظهر لنا في طاقتك العامة لهذه القراءة أنت تفتح قلبك للحب وأنت قوي بمشاعرك وأحسيسك لهذا الشخص ربما أنت تريد شخص معين وتريد أن تقدم له كأس المحبة فأنت جداً معجب به وهذه العلاقة تريد أن تكون ثابتة ودائمة أنت ترى هذا الشخص بأنه إنسان طيب القلب لطيف حنون قوي بمشاعره أيضاً لديه أعجاب عنده أعجاب عالي أيضاً بك وأنت تشعر بهذا أو أنه لطيف يقدم لك أي مساعدة مادية وأنت تشعر بهذه بقيمة هذا الشخص وأنت تريد أن تقدم له أيضاً كأس الحب فأنت وهو تتبادلان مع بعضكما بالمشاعر الحبيب هو في طاقة استقرار ربما يكون في استقرار في عائلة أو يكون في طاقة الوحدة مع الروح والله وهو في طاقة التوازن عالي وهذه الطاقة تظهر لنا هنا هو جداً إنسان روحاني ومتواصل مع الله وإنسان طيب جداً هو يحاول أن يكون متوازن بحياته وبأعماله هذه طاقتك لهذه القراءة أنت في مشاعر حنين وشوق وذكريات أنت تحن إلى الماضي كثيراً تريد أن تعود لذكرياتك منذ الطفولة احتمال بأنك كنت هذا الشخص منذ فترة طويلة احتمال أنك كنت ما في علاقة الزواج أو كنت ما في علاقة طويلة منذ زمن طويل أو كنت ما تعرفان معظوكما منذ الطفولة وانقطعت بينكما العلاقات والتواصل أنت الآن لتشعر بحنين كبير لهذا الشخص وعندك شوق حنين كبير لأن تراه من جديد أو أنك إذا كنت ما في علاقة جديدة فأنت تشعر احتمال بأنك تشعر بأن هذا الشخص تعرفه من حياة سابقة تعرفه منذ زمن بعيد وأنت جداً متواصل معه في الروح يظهر بأن هذه البطاقات بينك وبين هذا الشخص تواصل عالي بالروح وهذا الشخص أيضاً متواصل بشكل كبير معك في الروح هو أن تتراه احتمال بأنه بعيد عنك كما يظهر لنا في البطاقة الأولى ربما أنت تحنوا إليه وأنتما في أماكن بعيدة عن بعضهما ربما أنت في بلد ومنذ فترة طويلة لم تراه ربما مقتوعة بينكما الاتصال أو ربما تتتواصلان لكنك تحن لهذا الشخص وتريد أن تكون معه من جديد أنت فاتح قلبك للحب وأنت تحب هذا الشخص كما أرى في هذه البطاقة وهذه البطاقة تؤكد لي هذا الأمر لديك مشاعر جداً قوية لهذا الشخص وهذا الشخص أيضاً عنده تواصل روح عالي معك ويفكر بك أنت تشعر بأن هذا الشخص هو شخص مسيطر على أعصابه مسيطر على نفسه شخص ناجح قوي الشخصية قليل الكلام لا يعبر عن مشاعره لكنه متواصل معك أيضاً بالروح هو احتمال بأنه في علاقة ما وهو محتار في هذا الخيار محتار في الخيارين احتمال بأنه يكون متزوج أو في علاقة أخرى احتمال وأنت تراه ربما أنت تراه متزوج ومستقر ولا يعبر لك عن مشاعره ولكنه هو الآن يشعر أنت تشعر به بأنه إنسان مسيطر على نفسه وعلى مشاعره ولا يعبر لك عن أي مشاعر أعجاب وهو يظهر لنا في هذه البطاقة بأنه متباعد عنك قليلاً لكنه شخص يفكر بك كثيراً كما تفكر به ولكن كما أرى بأن مشاعر الحب من طرفك أكبر منه احتمال بأنه يكون يحبك هو أيضاً لكنه لا يعبر هو بطبعه إنسان الجاد لا يعبر عن مشاعره بسهولة الأبراج الموجودة لدينا هي برج العبراء برج السرطان وبرج القوس وبرج الحوت مشاعر الحبيب تجاهك هو يراك بأنك السعادة الكاملة هو يتمنى أن يكون معك في علاقة سعيدة وثابتة إلى الأبد يحب أن يكون معك في أسرة ويكون بينكم أطفال وحياة سعيدة مليئة بالحب والفرح هو يشعر بك هكذا يشعر بك بأنك أنت السعادة الكاملة التي يتمنها لا تنسى بأن هذا الشخص هو إنسان جداً روحاني ومتواصل بالروح معك أيضاً هو يشعر هنا هو ينوي على الخروج من الطاقة السلبية ربما يكون قد جرح في الماضي بسبب أموال بسبب كان بينكم شيئاً من المال كان بينكم شيئاً مادياً أو أحد ترك الآخر منذ فترة طويلة وسبب له ألم وجرح من الماضي لحد الآن إلى الآن هو ما يزال يحفر في قلبه في الصميم ولا يستطيع التخلص من هذا الألم هو لديه ما زال لديه مشاعر سلبية من الماضي وهو في هذه البطاقة هو في طاقة الاستشفاء هو يريد أن يخرج من هذه الطاقة يفكر بك كثيراً ويريد أن يخرج من طاقة الحزن والألم الذي أنتم به الآن احتمال بأنكم كنتم تعرفان بعضكما منذ فترة طويلة وكل واحد ذهب في طريق وكل واحد شق طريق حياته والآن سنحت لكم الفرصة بأن تكونان أو تفكيران ببعضكما من جديد فهذا الشخص نوياه أن يخرج من طاقة الماضي والحزن الذي ما زال مرافقه من الماضي هذه هي نوياه ويقدم لك في خطوته القادمة كأس الحب من جديد هو يريد أن يقدم لك كأس الحب من جديد فأنت وهو في طاقة الحب أنت تريد أن تقدم له الكأس وتحبه وهو نفس الشيء عنده مشاعر حب كبير وأعجابك وهذه البطاقة أيضا أنت تشعر به هكذا فأنت تشعر به أنه إنسان طيب وكريم وعطوف أيضا ومحب وصادق وهو إنسان روحاني إلى درجة كبيرة مصير هذه العلاقة فترة القادمة إن شاء الله سعادة وفرح وأحتفالات فاحتمال كبير بأن هذا الشخص سيقدم لك في هذه الفترة ليست فترة طويلة هذا الكأس وإن كانت هذه الطاقة لا تلتزموا أعزائي بهذه الطاقة أنا أقول في عشر أيام من الشهر من شهر سبتمبر أيلول ولكن هذه الطاقة احتمال بأنها تمتد أكثر من هذا أو بأنها مرقت عليكم الترد لا يعرف بالضبط ما الذي حدث ولكن هذه احتمالات بأن ممكن تكون وتحصلت معكم فعلا هذه الطاقة أو أنكم تكونان في هذه الطاقة حاليا أو ستحصل لكم في الأيام القادمة ليست ضرورة عشرة لكن هذه الطاقة إذا انطبقت عليكم في أي وقت من أوقات السنة إذا انطبقت عليكم طاقة هذه القراءة فاخذوا هذه القراءة لكم فهي تناسبكم وهذا الشخص أنا أرى بأنه سيعود إذا كان متبعد سيعود ويحتفل معك ويقدم لك كما قلت كأس الحب هو ينوي أن تخرجان مع بعضكم أن تعيشان الحياة ليس بالضرورة أنه سيقدم لك الزواج سيعرض لك بالزواج ولكنه سيعود كما كان ويعبر لك عن مشاعره الفياضة باتجاهك ويريد أن تخرجان سويا ويقدم لك أي شيء تفرح به وتعيش معه من جديد في قصة حب هذه البطاقة تقول لنا أخرج من الصمت الذي أنت فيه وافتح عينيك إلى أبعد من ذلك ولا تبعد عن هذا الشخص كن أكثر إيجابية وتكلم معه ولا تتباعد عنه فأنت في هذه البطاقة أنتما في طاقة بعد حاول أن تتقرب من هذا الشخص أنا أرى بأنكما بعيدين منذ زمن بهذا حاول أن تتقرب من هذا الشخص فهو احتمال بأنه لا يعلم أيضا هو متواصل معك بالروح لكنه لا يعلم ما هي حقيقة مشاعرك تجاهه أرجو منك أن تتواصل مع هذا الشخص فإذا كنت بصمت أخرج من صمتك وقدم له هذه كما أنت تريد أن تقدم له لكنه لا يعلم أخرج من هذه الطاقة وإظهر له مشاعرك أتقول لك هذه البطاقة لا تخاف ولا تحزن وتذكر بأن الله يقف دائما بجارب من يذكره وهذه البطاقة احتمال بأن تقول لنا هذه البطاقة صلي صلي وادعي من الله فهو سيحقق لك ما تتمناه بإذن الله فقط ادعي وصلي وتواصل مع الله بروحك نصيحة ثانية أنت شخص محبوب وابتسامتك دواء لكثير من الناس من حولك فأنت بالفعل هو يراك بأنك أنت في سعادة الكاملة فأنت شخص محبوب وأعطي وزع الابتسامات على الناس تواصل معه تواصل معه عيش حياتك ابتسم للحياة فهي تريد أن تفتح لك أيضا ذراعيها فأنت إنسان محبوب وكثير من الناس يبدو بأن كثير من الناس تحبك وتريدك نأخذ نصيحة أيضا من الرومانس أنجل